السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم وغباركم ايه يا ربي دايما تكونوا بخير فسط الأحداث المتسارعة في العالم حابب انهالك بعض الأخبار اليومية شوية أخبار كده حصلت في أحداث يعني يومية اللي احنا منشوفها في عسكرية أو سياسية فاحنا نتكلم عليها سريعا أول حاجة وهي ان الطيارة مسيارة اللبنانية بقت عاملة هسهس للكيان أخر حاجة احنا شوفناها طيارات المسيارة بتاعة حزب الله بقت عاملالهم دوشة كتبيرة جدا حتى ان نتكلم ان الطيارات دي عاملاله ألا أكتر من السواريخ نفسها في حزب الله وكان قبل تسجيب الضبط في طيارة طلعت ورصدوها وحاولوا ان هم طلعوا عليها طيارات مروحية ما يدلوش مضادات جوية ما عرفوش طيارات حربية ما يعملوش في ناس هتقول لك لأ ده هم عاملين الهدف ده بحيث ان هو يقول لك مبرر ان الكيان يستهدف حاجات تانية جديدة في لبنان بصراح هو مش محتاجي حاجة زي كده هو بيستهدف وبيستهدف اهدف كلها مدنية ما عندوش اي مشكلة اخلاقية في الجزئية دي ومحدش هيلومه ومحدش هيكلم معاه من القوى الغربية كلها بس على العموم دي كانت حاجة حصرت وفي الاخر ان هو يوقع ان هي استهدفت محطة غاز للكيان هل دي هتكون نقلة او تصعيد اكبر من الحزب الله ضد الكيان ما نعرفش بس على العموم انا شايف ان هي خطوة معقولة جدا في الظل ان الكيان ما بيعملش حاجة غير التصعيد العموم يعني دي حركة ومن ضمن الاحداث اللي بتحصل هي دلوقتي ان فيه فيضانات قوية جدا جدا في اسبانيا وغير معهودة والفيضانات دي ممكن تقول ان التحركات الاسبانية والسلطات الاسبانية مش افضل حاجة فملك اسبانيا كان رايح يشوف من مماكنة متضررة فالله حصل ان هم هجموه وضربوه بالطيم فدي يعني حاجة بتبين قد ايه شعبية الملك وحكومته متقدمة ودلوقتي بقى فيه معرض تشوهاي الصيني دلوقتي اكتر من تسعين شركة مشتركة في المعرض ده وهنشوف فيها كمية تكنولوجيا غير طبيعية ابرزهم انت هتشوف تكنولوجيا الشرقية اللي ممنوعة بدول كتير وهي طائرات الروسية من اول السخوي تي خمسة وسبعة وخمسين او السخوي سبعة وخمسين وكذلك عندك برضو هيكون فيه انظمة غير مأهولة اول هي طائرات مسيرة او انظمة برية مسيرة لدرجة انه بيكلموا ان اكتر من مئة نظام غير مأهول هيعتم معرضه وهي فيه طائرات هتشوفها كمان لأول مرة زي طائرات الجي خمسة وتلاتين ايه كعرض للجمهور وكذلك المفروض فيه برضو طائرات الجي خمستاشر تي هل الطائرات دي هتبقى قليلة يعني في العرض لأ طبعا بنت لسه المفروض كمان هيبقى فيه طائرات زي الجي عشرين وممكن يظهر طائرات الجي واحد وثانتين فانت كده هيكون عندك سلسلة من طائرات الجي الخامس رائعة فالمفروض المعرض ده هيتم تغطيته هنغطيه الفترة الجاية ان شاء الله في فيديوهات الشورتس اللي احنا بنقدمها ولكن زي ما تقول ان احنا او انا يعني هستنى شوية ما لغاية ما ايه الخاميرة تكمل اما العلومات تكتمل شوية فان شاء الله هنغطيه زي ما هنغطي معلومات كتيرة ظاهرة دلوقتي من الاول العرض العسكري اللي كان في الجزائر وكذلك الطائرات المسيارة الجديدة بتاعة المغرب اللي بتسأل عليها كتير او اليومين دولت بس هنكلم عليها وهتكلم سريعا برضو على جزئية الطائرات المسيارة المغربية ان فيه طائرات دلوقتي البي وان والبي تو المغربية اه بي مش بي تمام اللي هي طائرات تعتبر انتحارية قوية جدا ليه مداها 1500 كيلو هنا ما فيش معلومات كتيرة هي لو انت بسيت على صورها هتلاقيها قريبة جدا من طائرات جيران اتنين او شاهد 162 ايرانية ولكن ليها رأس مدبب مختلف وفيه اجنحة صغيرة كده دي ممكن برضو عشان يكون منورتها عليها معنى يعني لس هنشوف لس هنشوف وانا اتوقع ان المغرب مش صعبة بالنسبة لها تكنولوجيا زي دي لان هي بالفعل كان عندها توطين لبعض الصناعات المسيارات عندها الاراضيها بالاضافة كمان لليك تصنيع حاجات تانية مختلفة من انظم الطيران ويه كذلك عندها تصنيع حاجات يعني معقدة زي طيارات زي العربيات المدنية والطيارات المدنية حاليا بس فيه كمان حاجات دلوقتي نقدر نقول مش افضل اسبوع بالنسبة للروس والاكران على حد سواء الاكران بيتزمع على المواقع كتير جدا هو اخر فيديو منازل تقريبا شورت قبل منازل الفيديو ده وهو جزئية ان هما اكراني دلوقتي بتحاول ان هي تعمل تعبئة لمية واربعين الف جندي في الظل ان هي عملت تعبئة قبل كده لحوالي مليون وخمسين الف جندي فرقم كبير هل الاكران هيفضلوا يستمروا في الحرب الفترة دي والحرب هتقدر تستمر اطول فترة ممكنة زي ما الاكران عايزين ان هما ينهيكوا الروس ولا العكس هو اللي هتردوا في صدرهم وده اللي احنا شايفينه حاليا من اول ان هما عملوا هجوم وكان قوي جدا واستعادوا اماكن كتيرة جدا ولكن تقدر تقول لكل اماكن اللي استعادوها دلوقتي رجعت تاني في ايد الروس فدي حاجة مش ازرف حاجة وبعدين عملوا هجوم كورسك اللي كان غير مبرر تكتكيا غير ان هو عشان ممكن يفوضوا الروس ارض مقابل ارض ولكن برضو دي كانت حركة مش الروس اللي بيعملوها يعني انت ممكن تتكلم في دول ممكن تتفوض كده لكن الروس مش تاريخهم في شمال ارض مقابل ارض يعني نادرا ما تلاقي حاجة زي كده لو تجمعت عليهم الدول في حرب كاملة زي مثلا حرب قارن ودي حرب يعني تقدر يقول عالمية كانت عليهم من اول الامبراطورية عثمانية واللي هي كانت الاساس وبعدين دخلت معهم انجلترا وفرنسا ومصر بعثت قوات وهكذا فالروس ما عندهمش الهيستوري انهم يتفاوضوا على ارض مقابل ارض او يتنازلوا عن ارض بسهولة فدي جزئية دي كده بالنسبة للأوكران في الوضع مش حلو لكن عندك بقى بالنسبة للروس فيه كلام كتير ان فيه هجوم روسي حصل للأوكرانية ب96 مسيرة معهم صاروخ من نوع الـ K-H 59-69 تمام يعني هو صاروخ واحد في ضمن الـ 56 ما اعتقدش هو اكيد اكتر ولكن الأوكران بيعلنوا ان هم صدوا 66 مسيرة والصاروخ طب والباقي قالك كده فضل 30 مسيرة اوه تلتة بس اللي اصابوا اهدافهم بس الـ 27 التانيين اتضمنوا فطبعا ده كلام برضو ايه مش لوجك اوي طيب نيجي بقى للجزئية التانية وهي ان انت عندك حصلت سقوط طيرتين واحدة طير هليكوبتر وهي الـ 128 بدون اعلان اي سبب او معرفة السبب ممكن الله اعلم وحاجة التانية هي طيارة السخوي 34 تقريبا احنا حصلناها من بعد ما عملنا الفيديو وكلامنا ان خسائر الروس بدأت تقل جامد بعد استخدام القنبة الانزلقية ومن ساعة ما عملت الفيديو ده طيارتين واعه فمش عارف بصراحة هل انا كان نوش وحش على الروس ولا ايه بالزبط عشان الناس اللي بيقولون انا بطبل الروس اوكي نخش بقى في جزئية اه جزائر اجزائر حاليا بعد العرض العسكري كبير طلع كلام ان هم اه اول حاجة في العرض العسكري بس عشان ما ننسهوش تظهر طيارات الميج 25 الطيارات دي المفروض ان هي كانت طلعت من خدمة الطيارات دي تعتبر من الطيارات السريعة جدا في العالم وكانت من اقوى الطيارات الاعتراضية ولكن هي حجمها ضخم ومش اقوى حاجة وعلى فكرة طيارات الميج 25 كانت ملهمة الامريكان اللي هم يبنوا طيارة الاف 15 فطيارة دي مش ازرف حاجة وتعمل منها النسخة الاحدث اللي هي الميج 31 وهي دي الاقوى ولكن الميج 25 مفيش بديل لها حتى الان في تقدر طول الجزائر ما عندهمش طيارة اعتراضية قوية وسريعة بسرعة دي برغم ان هي فيها وعندها مشكل كتير فهل الجزائر مستنية اما تجيب بديل كان افضل يعني مثلا تجيب طيارة سيطرة جوية زي سخوي 35 او تجيب زي اللي هما كانوا عايزين من الفترة طويرة وبيتكلموا على السخوي 57 ولغاية دلوقت ان هي ما جاتش سؤال واضح وصريح هو وتقريبا هو الحل بتاعه هو كانوا مستنين في عمل السخوي 57 ولكن العقوبة اللي عن روسيا مع الحرب اللي روسيا فيها مؤجلة تسليمات الطيارات دي فربنا يعين الجزائرين ويعني ايه وان شاء الله يبقى عندهم طيارات افضل وما زالت الميج 25 على الفكرة ممكن تعمل قلق يعني ممكن تعمل قلق بسرعتها كبيرة ويسلم لو فيه تكنولوجيا كده قوية وتحول الطيارات السريعة جدا جدا دي اللي هي خلاص هتطلع من الخدمة الى طيارات انماند اللي هي طيارات بقى خلاص مسيرة دي هتبقى حاجة جميلة جدا حاجة قوية جدا وعلى فكرة كانت تقريب تقرير قبل كده بالمناسبة طيارات الانماند او طيارات القديمة اللي هتطلع من الخدمة زي طيارة ال F7 او الجي 7 الصينية اللي كانت هي معمولة على المجه 21 من فترة المفروض الطيارات دي كان بتطلع تدريجيا ومفروض كلهم طلعوا من الخدمة دلوقتي في الصين قال لك ان الطيارات دي بيتم تحويلها الى طيارات مسيرة هل طيارات مسيارة كانتحارية ولا طيارات مسيارة ان هي شهلة سلاحة وتعمل عمليات عسكرية كاملة زي ما كان بتعمل مع البشر طبعا هي تكنولوجيا هتحتاجها تكنولوجيا كبيرة جدا وشوفنا الفترة الاخيرة افا 16 امريكية بقت كلها تكنولوجيتها ان هي انماند طبعا دي كانت نقلة نوعية بالمناسبة ولكن الطيارة دي كان فيها حجمه اكبر في بعض المايمكن عشان يبقى فيها الكمبيوتر قادر على التحليل وان هو يكون قادر ان هو في الدوغفايتنج ان هو يتعامل لوحده فدي هتبقى اعتقد ان هي تكنولوجيا كبيرة جدا لقدر الدولة من الدول واعتقد ان الدول القادرة على الموضوع دلوقتي هي الصين وامريكا مش حد تاني وجود السوبركمبيوترز عندهم ووجود تقنيات عالية التكنولوجيا عندهم هما اللي قدروا يعملوها دلوقتي واعتقد ان هي بعد فترة ممكن بعد عشر سنين عشرين سنة تم ممتحها لدول تانية كتير بس الدول برضو قوية مش اي دول دي بالمناسبة بس العرض العسكري الجزائري وكلمنا على الميجو خمسة وعشرين عندنا بقى الهند والجزائر في دلوقتي كلام كتير جدا طالع على مفاوضات ما بين الهند والجزائر الفترة الاخيرة لقينا تقارب هندي مغربي قوي يعني في اسلحة بدأت تبقى هنا في المغرب حاجات دي تمام وابرزهم اللي هي مدرعة بتاعة التاتا تمام طب هل الجزائر ناوية على ايه من الاخر هي الجزائر ناوية ان هي عايزت توصل لمشروع السوبر سخوي زي ما انا كلمت قبل كده على تطوير كبير في مشروع السخوي تلاتين على ممكن ان هو يتم تطوير السخوي تلاتين الموجودة في الجزائر اللي بيصل عددهم حاجة وسبعين خمسة وسبعين تقريبا ان هما يتم تطويرهم الى السوبر سخوي او ممكن زيادة العدد ده في مقابل ان هما هيطلعوا طيارات قديم او كده فهل ده ممكن يحصل الله اعلم او ممكن يزودوا العدد طبعا تمام فالغالب ده انا شايف ان هو انتجاه بالاضافة ان هو يكون عندهم سواريخ اضافية يعني هما الجزائر عندها دلوقت سواريخ الار بمختلف انواحها الروسية طب لو هما جابوا حاجة هندية برضو كاضافة هتبقى قوية زي سواريخ مثلا الاستر او الاسترا الاسترا تقريبا او الاسترا تمام اللي هو الهندي ده ما ده بيصل حوالي 120 كيلو او لسه في كلام كتير عليه وما تمش تقربته في معارك بس اعتقد ان هو هيبقى معقول لحدا ما الهنود او برغم ان هو يعني مش اقوية زي الصين في التكنولوجيا ولكن تقدر تقول ان هم برضو عندهم تكنولوجيا مش مش قليلين ومش على فكرة مش اي تكنولوجيا انا لسه قراري تقرير بس لسه ما كملتوش عن ان تعامل هيبقى جبير مع اه مؤسسة الهندية للتطوير مش فكر اسمها ايه اه كنت جبتها في فيديو قبل كده مع مؤسسة اه من قلبة سيستم الكائن الزفر في الطيورات المال والهال الطيورات المال هي متوسطة المدى والهال هي بعيدة المدى وعالية الاحتفاعة تمام فده يعني يعني عارفة هو تطور هيبقى مع الكائن نفسه فالاسر هيكون بتكنولوجيا هندية ولا تكنولوجيا مهجنة مع حد تاني وهنكمل لسه الهندة الهندة فيها النهاردة حاجات كتيرة جميلة تمام وكذلك ان جزائر عايزة سواريخ البرهاموس مش عارف ليه مع انها ممكن تجيب سواريخ اليخانط الروسية اه يعني دي تبقى دولة او بمناسبة الفيديو اللي انا اتكلمت فيه سواريخ اليخانط موجودة فين اه هي سوري مش موجودة دولة تانية عربية معلنة ممكن اساسا تبقى موجودة في كمفروض في جزائر كحليف استراتيجي من زمان للروس ولكن مفاوضتهم على برهاموس غريبة شوية هل هم عايزين برهاموس نسخة ارضية اللي هو اه سوري اه جو ارض ولا هم عايزين برهاموس النسخة البحرية اللي هو من قطع بحرية ولا هم عايزين اللي هو سطح بحر او ارض بحر ما هنشوف هنشوفه لسا الموضوع واخر حاجة اللي هم بيتكلموا برضو على نظام دفاع الجوي الاكاش او فيه ناس بتسميه عكاش مش عارف عكاش لايه ايه 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 مش عارف ايه المهم اكاش يعني تمام فالمهم النظام اكاش هو نظام متوسط المدى برضو وكلمنا عليه في منظومات الدفاع الجوي له الهند وموجود الفيديو بتاعها على القناة طيب اه دي بالنسبة له الهند فيه جزئية مع جزئير ولكن فيه بقى جزئية مع امريكا واني امريكا بتضغط شوية على الفنوت زي ما قلت قبل كده ان الامريكا بتعمل كل حاجة سيئة مع باكستان برغم ان باكستان كانت حالفها طول الوقت تمنع عنهم قطع غير افستاشر بتعمل مش عارف ايه اه اخيرهم بقى ان باكستان بتطور مرنامج السيروكي بتاعها تعمل عليها عقوبات طب الهند يا اخي ما بتعملش ليه لا ما معملش بس اهلك ايه الهند احنا نعطلهم شوية حاجات مش هنعمل عليهم عقوبات ده بالمناسبة وبرغم ان الهند من اكتر الناس اللي مساعدة للاقتصاد الروسي بعد الصين طبع فبيقول لك ايه احنا هنخلي الطيارات التيجاز اللي هي الهندية اللي هي دلوقتي بتحاول تسوقها هنمنع عن المحركات ملعوا عن التيجاز المحركات اللي هي امريكاية تمام فطبعا دي يعني هتاخر مشروع التيجاز شوية حلوين حتى لو كان الطيارة مش قوية قوي هي مش بيخليها مش موجودة كمان يعني هي مش حتى تطوير هتبقى ضعيفة كدا فتقدر تقول التيجاز كده لو استمرر ووضعت كده يعني على الله السلاماني طيب اه اه في حاجات تانية كتير جدا بس انا خليني بس يعني اقول كم خبر في الاخر كده عشان ايه ما نطولش وهي الاخبار في الاساس على الاوكران وهنختم بخبر عن الشرق الاوسط اه سوري الاوكرانيا اوكرانيا وبعدين خبر عن الشرق الاوسط مختص طبعا اكيد بايران طب الشرق المختص باوكرانيا هي انت عندك النرويج هترسل حزمة من المساعدات لاوكرانيا الحزمة دي هتكون نظام النازمس اللي هو اونسامز سوري الدفاع الجوي ده نظام دفاع الجوي المتوسط وده من انظمة المفروض تقنيتها عالية جدا اللي بتحمي الكونجرس والبيت الابيض نفسه اه بسوريقه اساسا اللي هي الامراهن اللي هي ايه 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 اي ام مية وعشرين دي هتكون موجودة بالاضافة الى اف ستاشر طب الاف ستاشر اللي هتوصل قد ايه العدد اعتقد انه هيكون اتنشر وهيكون فيه طيارات تانية ولكن الطيارات متاحة كقطع قيارة كمحركات او قطع تانية لان المفروض نرويج طلقت من خدمة حوالي اتنين وعشرين طيارة بس بيقولك اللي في خدمة يعني في حالتهم افضل حالة اللي هم تشتغل على طول هم اتنشر فتقليبا ده اللي هيحصل برضو عندك امريكا اه هتدي الاوكرانيا متين مدرعة سترايكر بقيمة ربعمية خمسة وعشرين مليون دولار طالق محيطة متين مدرعة قالك هول متين هيكتفوا بيهم قالك لا فيه هيبقى مدرعتين كمان متين مدرعة كمان دول هيبقوا موجودين دي كده بالنسبة لاغبار اوكرانيا والحرب الروسية الاوكرانية والهند والجزائر وكذلك اتكلمنا في اسبانيا في الهبل اللي حصل وكلمنا جزئية صغيرة كده على كيان الزفر وجزئية بحيثة ضميمة كيان الزفر للناس تقولك انت بتقلل منهم انا مش بقلل منهم انا بقلل منهم اخلاقيا هم معندهمش اخلاق لكن هل هم اقوية اقوية عندهم سلاح قوي جدا ولكن القاعدة بتقول لو انت معاك سلاح وعندك ايمان وبتقف قدامهم حتى لو سلاحك اضعف منهم هتهزمهم دي القاعدة اللي بتقول كده ليه عندك حرب اكتوبر عندك حرب الاستنزاف عندك معركة الكرامة عندك حزب الله في الفين وستة كل دولة السلاح كيان لا يتساوى خالص مع كيان ولكن انت في حرب اكتوبر مثلا هم خسروا حوالي 500 دبابات اللي هو اكتر من تقريبا نص لحظة من الدبابات وخسروا مش عارف ارقام ارقام حلوة في الطيران يعني ممكن اكتر من ثلاث سلاحهم الجوي تدمر بجنوده بزباطه وحاجات دي فعني ايه هم لا يعني هتحطى عليهم برغم ان طيرات اللي عندنا اقل دبابات اللي عندنا اقل قوة البشرية هي الاكتر بس في العدد لكن عدد في اللمون ولكن ما عندنا السلاح قدهم في القوة فده يبين بس ايه مدى الفرق طيب اخي الحاجة بس ايه عشان نوضح ايه ان امريكا هتعمل حاجة في المنطقة وهي انه اصول دبابات امريكية من نوع ال M1A2 ال S&P3 او version 3 يعني من الاخر الدبابات يعني اكدت حاجة من دبابات الامريكية وسط الشرق الوسط زين ما قالش الخبر هو قالوا وسط الشرق الوسط اكيد ده الاستعدادات لحاجة ما breatuna او ان هو الانتخابات الامريكية ممكن يحصل Notre Relax فيكون استعدادات لسيناريجوهات مختلفة عن عنعموم دي كانت الاخبار بس في الاول وفي الآخر ما تنساش تدعي لأخوتنا في أراضينا المحتلة بالنصر وأنه رب ننسلهم إن شاء الله ويعزهم ويخلي صبر وقوة دايماً لهم وما قدمناش حاجة دلوقتي غير أننا ندعي لهم فأضع في الإيمان ما مش بنقول إحنا كده عملنا حاجة وأكيد في جزء صغيرة كده ممكن تتعملها يعني لو أنت لسه عندك إحساس بالموضوع وهي المقطعة دي كلها مسائل سلمية ليس فيها أي مجسفة بالروح أكيد سهل أن تتعملها وفي الآخر نشوفك على خير سروا